السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم يا شباب معكم علي من قناة سيتيوبر اليوم جبت لكم قصة واقعية صارت بالعراق قبل فترة بسيطة قبل نبدأ القصة إذا تبغى تعيش أجواء القصة طف النور اللي عندك وغمض عيونك ولبس السماعات وعيش الجو كان يومي مثلك اليوم وكان كل شي يمشي طبيعي بحارتنا وكان الجيران اللي جبنا جدار بالجدار يسكنون البيت من دورين وكان صاحب البيت اللي هو أبو الجيران كبير بالعمر تقريبا 65 إلى 70 سنة وكان ساكن هو زوجته ولده المشلول حسب الطلاعية لأحوال الحارة كانوا أهل الحارة ما يحبونها نهائيا أنا ما دري ليش ما يحبونها لكن أنا أتوقع لأن طريقة حياة غريبة وبيتها حتى غريب وتصرفاته غريبة أصلا كان الرجال اللي هو أبو الجيران من النوع الصامت اللي ما يتكلب كثير وزي ما قلت لكم ولدها مسكين كان مشلول وجالس على كرسي متحرك حتى ما أدري هل الولد أصم أو لا لأني ما أذكر أني سمعت صوتها قبل كذا يمكن أنه فعلا أصم ما يتكلم أو أن العائلة نفسها غريبة أصلا بيوم ستة من كل شهر أشوف الأب وزوجته والولد طالعين بره بالشارع طبعا الولد على كرسي متحرك يدفونه وجالسين يمشون بالشارع هالكلام هذا بيوم ستة من كل شهر لا تستغربون ليش بيوم ستة من كل شهر وليش يطلعون يمشون بالشارع لأنهم غمضين أصلا ووضعهم غريب الغريب إن زوجة جارة أنا أشوفها تطلع بين فترة وفترة تجرس ساعة نص ساعة وترجع للبيت ومعها حيوان بكل مرة تطلع وترجع أشوف معها حيوان جديد لكن كل يوم خميس أشوفها تطلع وترجع ومعها خروف أوكي أنا قلت بكل مرة حيوان جديد ممكن يربون حيوانات لكن كل خميس تجيب معها خروف طيب الخروف اللي قبلها وينها؟ يعني مستحيل عائلة من ثلاثة أشخاص يأكلون خروف في خمسين كيلو لحم من اللي إذا هم فرامات ما أدري بكل مرة أكلم الوالدة عن موضوع الجيران دولة تقول خلك بنفسك وبلا لقافة لكن لقافتي كانت أكبر من كلام الوالدة انتظرت يوم ستة كالعادة انتظرهم يطلعون من البيت لكن هالمرة ما شفت إلا الزوجة والأبو طلعين من البيت وولدهم ما كان معهم المعتاد إنه كل يوم ستة من كل شهر ولدهم من بيرعاب غيابهم يمكن يتأخرون يمكن يصير لهم شيء ولدهم ما يقدر يتحرك على الكرسي بما أني فاضي لا شغل ولا ما شغل في البيت جلست بغرفة يفوق طبعا غرفتي تطلع على الشارع أشوف اللي رايح ولي جاي جلست أنتظر العائلة ترجع ساعة ساعتين ثلاثة أربعة ما أحد رجع بالعادي إذا طلعوا من البيت مص ساعة ساعة بالكثير وهم راجعين لكن هالمرة غيابهم طول جلست أنتظرهم من آخر الليل إلى مشرقة الشمس قلت يمكن أني غفيت أو ما انتبهت ورجعوا وأنا ما انتبهت لهم أصلا نزلت للشارع ورحت البيت ومرنيت الجرس انتظرت عشر دقائق وأنا رن الجرس لكن ما أحد رد عليه رجعت للبيت على طول قلت للوالدة الموضوع لكن كالعادة قالت ما نبي مشاكل مع الناس وخلك بنفسك وجلس في البيت بس أنا خليت الموضوع صراحة ونسيته لكن مر يوم يومين ثلاثة العائلة ما لهم حس ما لهم أي خبر رحت رجعت للوالدة قلت له أقسم بالله الحين صار لهم ثلاثة أيام أو أربع أيام ما أحد رجع للبيت وبالليل البيت هدوء وظلام أكيد ما في أحد ساكن في البيت وين راحوا أنت تدرين أن ولدهم مقعد على الكرسي ما يقدر يتحرك وأنا متأكديني ما شفت يطلع معهم قالت لي يمكن أنهم رجعين وأنتما انتبهت لهم منايمين الحين لا تزعجهم وخالوا الناس بحالهم الصراحة أنا مقتنعت من كلام الوالدة رجعت الغرفة جلست أفكر أقتحم البيت أروح أشوف شو الموضوع لكن انتظرت ليما يتأخر الوقت ويجي الليل نزلت للشارع ورحت رنيت الجرس مرة ثانية لعله وعاسى يمكنهم كانوا نايمين وصحة والحين لكن جلست برضه ربع ساعة عشر دقائق ما أحد رد علي وقتها قررت أقتحم البيت ونطمن فوق السور نطيت السور ونزلت على الحوش وراء البيت كان فيه باب للمطبخ رحت للباب وحاولت أكسره وكسرته دخلت للمطبخ وكان ظلام حاولت أوصل للصالة وأنا جالس أتكلم أقول أنا جاركم في أحد يسمعني في أحد في البيت لكن ما كان فيه أي أحد يجاوبني وصلت للصالة وأنا جالس أنادي لكن ما فيه أحد يرد علي رحت فوق للدور الثاني حتى وأنا أرقى الدرج وحاول أوصل للدور الثاني يدي ما أشوفه كان ظلام دامس أول ما وصلت للدور الثاني وأنا جالس أنادي حسيت بحركة سريعة عند وجهي وصوت صفير هوا عالي جاي من عند إذني أنا متأكد الشبابيك كلها مقفلة الهوا هذا من وين جاء وقتها جتني أم الرقب طلعت أركض من البيت بأقصى سرعة عندي ذيك الليلة ما قدرت أنام جالس أفكر وين الولد وش صار فيه ليه ما فيه أحد في البيت ولو الولد موجود جالس على كرسي شون عايش بالظلام هذا مين يخدمه هناك خليت الموضوع يمشي بعد 10 أيام تقريبا وأنا طالع الصباح للدوام أشوف الأبو وزوجته رجعين للبيت أنا اللي مستغرب منه إن أهالي الحارة كلهم عارفين أن الأبو وزوجته صالهم 10 أيام مرجعوا للبيت وكلهم عارفين أن عندهم ولد مقعد ليش ما فيه أحد يكلف على نفسه ويسألهم أنا ما أدري هل هو برود أو عدم مبالاة حتى لهل ما يسألون كل واحد عايش بحاله جلست راقب البيت الأيام من ملاحظتي مراقبتي البيتهم الأيام لاحظت شي غريب بالبيت كان إذا جللوا وطلعوا الأبو وزوجته من البيت كنت أجلس من غرفتي أناظر شباك البيت كان فيه نور يطلع من الشباك بشكل منتظم كان فيه شخص يولع ويطفي يولع ويطفي يعني ما كان النور يجي عشوائي جلست راقب الوضع هذا لثلاثة أيام أو أربع أيام وكان كل ليلة وكلما يطلع الأبو وزوجته من البيت كنت أشوف النور يطلع من الشباك بكل مرة نفس الطريقة بشكل منتظم لكن هالمرة شفت خيال يمشي من الشباك مين اللي يمشي بالشباك الولد على كرسي متحرك وشلون قام ومشى من عند الشباك وقتها تأكد أن فيه شي غريب بهالبيت بدأ الوضع يشدني أكثر صح كنت خايف لكن اللي قافى عندي كانت أكبر من الخوف وقتها جلست أفكر أروح ولا ما أروح أجلس وأنام وأسمع كلام الوالدة ولا لا لكن استجمعت قواي وقلت اللي يصير يصير وبينزله وبقتح من البيت مرة ثانية فعلا نزلت وطلعت للشارع ووصلت للباب البيت وأنا متأكد وقتها أنه كان الأب وزوجتها طالعين نطيت من فوق الصور كالعادة ورحت للباب الخلف اللي وراء الباب كان على وضعه مكسور أتوقع أن الأب وزوجتها منتبهوا للباب دفيت الباب ودخلت وصلت للصالة وما زلت أنادي في أحد أحد يسمعني لكن كالعادة ما في أحد رد عليه لكن قبل أوصل للدور الثاني شميت ريحة كريهة ما أحد يتحملها نهائيا من قوة الريحة طلعت بره البيت أركض بدون أي شعور وصلت للآخر الحارة طلعت جوالي بدون شعور واتصلت على الشرطة وبلغت بالموضوع كامل جات الشرطة على طول فتشت البيت كامل لكن المفاجأة اللي هزت الحي كله والفاجأة المؤلمة أنهم حصلوا الولد المشلول بالدور الثاني جالس على كرسي متحرك وهو هيكل عظمي جثة متحللة الأب وزوجتها اكتلوا ولدهم وخلوا على هالكرسي الأيام أنا أتوقع فوق العشرة أيام لما صارت جثة متحللة كلها عظام وهم جلسين يعيشون حياتهم بينها كل يوم طالعين داخلين هم موجود بنفس مكانها ما تحرك وشلون جلسين يعيشون حياتهم بشكل طبيعي وعندهم جثة متحللة وهم اللي قاتلينها بعد وفوق إنهم قاتلينها هذا ولدهم وشلون يقتلونها كذا حسب تقرير الشرطة إن في فوق بالدور الثاني غرفة من عزلة افتحوا الباب حصلوا بركة دم مليانة قرون وجلود وعظام الخرفان اللي كانوا يجبونها اشتبهت الشرطة إن الأب وزوجته يمرسون بها الغرفة السحر والشعودة ويتقربون للجن بدم الخرفان إلى يومنا هذا الشرطة ما تدري وين الأب وزوجته كان الأرض انشقت وبلعتهم حتى الشرطة رصدت جائزة للي يمسك الأب وزوجته أو يدليلهم بأي معلومات عنهم صدق اللي قال البيوت أسرار لكن أحيانا الأسرار تكون مصايب جرائم بالبيوت كم من جرائم صارت ما حد يدري عنها إلا اللحظة هذه وكم من جرائم نكشفت بقدرة من الله ورحمة منه أن تحسب نفسك جالس في بيتك بين أربع جدران ما أحد يدري عنك لكن تأكد فيه رب العباد يدري وش تسوي النملة بجحرة الله يحمينا وإياكم ويبعد عننا وعنكم كل شر إن شاء الله وصلنا النهاية القصة لو عجبتك القصة ادعمنا بزر اللايك والاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله كان معكم علي من قناة سيت يوبر نشوفكم على خير بإذن الله شكرا